موسيقى بهدف التواصل إلى سلام شامل في البلاد مباحثات أممية صينية بشأن اليمن وصول أكثر من 77 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال النصف الأول من العام الجارية الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس بقوات كبيرة ويختل فلسطينيين ويعتقل أخرين موسيقى أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار السشدت امرأة وأصيبت طفلة جراء انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مدينة الحديدة وقال الناشط الحقوقي مجاهد القب إن امرأة في الخمسة والأربعين من عمرها قتلت وأصيبت طفلة بشضايا في أجزاء متفرقة من جسمها بانفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي في حارة الضبياني شمال شرق حي 7 يوليو شرق مدرية الحالي في مدينة الحديدة يذكر أن الميليشيا الحوثي الإرهابية نشرت الآلاف من الأجسام المتفجرة المموهة على نطاق واسع بمحافظة الحديدة وتسبب انفجار تلك الأجسام والألغام بمقتل وإصابة مئات المدنيين خلال السنوات الأخيرة إلى ذلك ناقش المبعوث الأممي هانز جرونبرغ مع الجانب الصيني تطورات الوضع في اليمن وقال بيان لمكتب المبعوث الأممي هانز جرونبرغ التقى المبعوث الأممي هانز جرونبرغ المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط شاي جيون وناقش سبل تعزيز الدعم الدولي المتظافر للوساطة التي تطلع بها الأمم المتحدة في اليمن وأكد الجانبان على الحفاظ على وحدة مجلس الأمن حول دعم الوصول إلى حل سياسي مستدام للنزاع وشهد الملف اليمني ركودا خلال الأشهر الماضية عقب فشل المشاورات السياسية مع ميليشيا الحوثي رغم تطور الإيجابي في مايو الماضي الدعوة إلى سلام دائم وإيقاف الحرب في اليمن جهود دولية عجزت أمام تعنط الميليشيات الحوثية التي صاعدت من خطابتها الإعلامية والترويح بعودة القتال بالتزامن مع وصول تعزيزات وحشود عسكرية إلى عدد من الجبهات ونقاط التماسي مع القوات الحكومية بالإضافة إلى الخروقات اليومية في جميع الجبهات ويتهرب الخوثيون من الالتزام بأي من بنود الاتفاق التي أبرمت خلال المفاوضات السابقة مع الأمم المتحدة والوسطى العمانيين والسعوديين بما فيها فتح الطرق بين المحافظات خاصة تعز إضافة إلى تنفيذ اتفاق الأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل وهي أساليب تستخدمها الميليشيا للعودة إلى الحرب المدمرة الصين وتحركاتها السياسية بدأ واضحا خلال أيام الماضية بداية من توقيع عدد من الملفات السياسية مع إيران والسعودية ومدى انعكاسات التفاهمات الإيرانية السعودية على اليمن والذي ظهر جليا في المباحثات الخوثية السعودية في صنعها المبعوث الأممي لدى اليمن هانس جوردنبيرغ بحث مع مسؤول صيني كبير مساء تحقيق حل سياسي مستدام في اليمن ذكر مكتب المبعوث الأممي أن اللقاء جمعه بالمبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاجيون ونقش سبل تعزيز الدعم الدولي المتضافر للوساطة التي تطلع بها الأمم المتحدة في اليمن ومن بعد رعاية بكين للمصالحة السعودية الإيرانية تحولت الصين إلى لاعب محوري في الشرق الأوسط وبالنسبة لليمن تعمل بكين على تأسيس حضورها واللافت في الأمر أن الصين تضع في اعتبارها خصوصية الوضع في اليمن خلافا لبقية دول المنطقة وهنا برز الدور الصيني في فهم كيفية التعامل مع هذا الملف المعقد منذ تسعي سنوات شددت الولايات المتحدة على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن معتبرة أن التقدم في مسار التهدئة غير كاف في مقابل ذلك سعدت ميليشيا الحوثي من خطاب الحرب إلى أعلى مستوى وسط تساؤلات تثار حول مآلات مفاوضاتها مع السعودية التقدم في مسار تهدئة غير كاف لذلك تشدد الولايات المتحدة على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار غير أن مثل هذه دعوات اصطدمت بتعنط حوثي أعاد خطاب الحرب إلى الواجهة مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قال إن إدارة رئيس جو بايدن سعيدة برؤية هدنة في اليمن لكنها لن تصل إلى مرحلة الرضا إلا بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة لكن نيل المطالب ليس بالتمني خصوصا مع ميليشيا الحوثي التي لا تلين إلا مع الغلبة للطرف الآخر الدعوات المطالبة بالبناء على الهدنة الأممية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وسلام مستدام قوبلت ولا تزال بتعنط وابتزاز حوثي ظهر مؤخرا من خلال تصريحات زعيم الميليشيات وقيادات عسكرية في الجماعة الإرهابية وجميعها تتحدث عن العودة إلى الحرب في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وتحقيق المزيد من المكاسب لهم سياسيا واقتصاديا التصريحات تلك ترافقت مع تحشيد وزيارات ميدانية تطورت إلى مرحلة تصعيد وتجدد المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية في محافظات تعز والضالع والهجوم بطائرات مسيرة في جبهات أخرى مراقبون يجدون بأن تعنط ميليشيا الحوثي الهدف منه إفشال الجهود الرامية إلى الوصول لسلام بهدف العودة إلى الحرب التي لا تجيد سواها ولا تستمر إلا تحت ظلالها كون طبيعتها الميليشياوية معادية للسلام وترى أنها لن تحكم قبضتها على الناس وتصادر موارد الدولة وممتلكات المواطنين إلا في إطار تمردها وخروجها عن الدولة والنظام والقانون وفي ظل تصريحات الآخرة لرئيس مجلس القيادة بعدم إحراز أي تقدم في أي مسار من المسارات التي تطرقها الجهود الإقليمية والدولية يشدد مراقبون على ضرورة رص الصفوف والاستعداد جيدا للميليشيات التي لم ولن تكتفي بحربها الاقتصادية على المناطق المحررة بل تهدد باستكمال مشروعها الانقلاب على كافة الأراضي اليمنية ما يحتم تنحية الخلافات جانبا وتوجيه البوصلة نحو العدو الأوحد للسلام في اليمن والمنطقة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران أعلنت الأمم المتحدة وصول أكثر من 77 ألف مهاجر إفريقي خلال ستة الأشهر الماضية إلى اليمن متجاوزين بذلك أرقام العام الماضية وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أنه مع تزايد أعداد المهاجرين الوافدين تزداد المخاطر التي يواجهها الأشخاص الذين يتنقلون على طول الطريق الشرقي والذي يشهد انتهاكات لحقوق الإنسان وذكر بيان المنظمة أن معظم المهاجرين الذين يصلون إلى اليمن من منطقة القرن الإفريقي يأملون في الوصول إلى دول الخليج للعثور على عمل ويشكل المهاجرون الأفريق غير الشرعيين عبءا إضافيا على البلد الذي يعاني سكانه من أسوأ أزمة إنسانية في العالم في البيضاء نفذت ميليشيا الحوثي حملة اختطافات واسعة عاطلت ملاك شركات الصرافة بمدينة ردع وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي دهمت شركات الصرافة بمدينة ردع واختطفت أكثر من 25 شخصا من ملاك الشركات وأضافت أن الميليشيا نقلت المختطفين إلى سجن منطقة أمن ردع دون أي توضيح لأسباب الاختطاف ولقت الحادثة السياء واسع في أوساط المواطنين والتجار بمدينة ردع إلى ذلك حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية وزراع الفاو من مخاطر سيول نتيجة الأمطار الغزيرة في عددا من محافظات اليمن خلال الشهر الجاري يزهو الناس طربا تحت مزارب ما تجود به سحائب الغيث المثقلة بأمطار الخير ويبتهج المزارعون بموسم زراعي غني لكن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي تشتاح عددا من المحافظات والقرى تعكر صفوة هذه الفرحة ففي ظل الأزمة التي تعيشها اليمن بسبب الحرب تأتي كوارث الأمطار الغزيرة والسيول لتضاعف مآسيها حيث أودت بحياة الكثير وهدمت عددا من المنازل وجرفت المزارع والممتلكات العامة والخاصة تاركة البعض غارقا في ألم الفقدان أو خسارة مصدر رزقه أو منزله منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أطلقت تحذيرا جديدا من خطر السيول المتوقعة في محافظة ذمار وإب والضالع والأحج وتعز خلال الشهر الجاري محذرة من أن حوالي 1500 شخص معرضون لخطر التأثر بالسيول المنظمة أشارت إلى أن أجزاء من صنعا قد تشهد سقوط أمطار غزيرة نسبيا خلال يوليو مؤكدة أن الأمطار الغزيرة أدت لسيول مدمرة خلال الشهر الماضي ما دفع عشرات الأشخاص إلى الفقر مخاطر جمى تواجهها عدة مناطق في اليمن نتيجة السيول والأمطار الموسمية كل عام تزيد الطين بالله لمعاناتهم التي أفرزتها الحرب خاصة النازحين الذين يحتمون خلف هذه الخيام المهترئة التي لا تقوى على حجب الأمطار عنهم مع كل موسم نشرتنا موسم رواطو تتبعونا بعد الفصل المدنيون الأكثر تضررا تجدد للشباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع طالب من الحكومة عن تسعي الإصلاحات الجانب الاقتصادي تأمين الغذاء المواطن إصلاح التعليم الجانب الصحي تنظر إلى المواطن بعين بني الرحمن خاصة نحن هنا نعيش متشردين من مما يعني يعني تركنا بلادنا وأهلنا وقلنا له هنا لم نلقى حتى شربة الماء ولا لقمت عايق قفل أسعار أهلا بكم في الأراضي العربية المحتلة اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة البلد القديمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية اليوم الجمعة وقتلت شابين بحسب ما أفادت تلفزيون الفلسطينية ونشر تلفزيون لقطات قال إنها الاقتحام القوات لنابلس حيث ذكر أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية للمدينة وحاصر منزلا في الحارة الشرقية من البلدة القديمة مطالبا أحد الشبان بتسليم نفسه وجرت اشتباكاتنا عنيفة وإلقاء بوات ناسفة باتجاه قوات من الجيش الإسرائيلي داخل حارة الحبلة بنبلس أفاد مرسلون أن قوات الاحتلال انسحبت من نبلس بعد استشهاد الشابين واعتقال ثلاثة موطنين وكشفت مصادر إسرائيلية مساء الخميس تفاصيل الهجوم الذي وقع قرب مستوطنة بالضفة الغربية وقتل فيه جندية في وقت تعالت الأصوات مجددا داخل إسرائيل لشن عملية عسكرية واسعة النطاقة على غرار تلك التي حدثت في جنين وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين فيما اندلعت اشتباكات مصلحة بالقرب من جنين حملة مداهمات واقتحامات جديدة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ ساعة الفجر الأولى تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين لتندلع اشتباكات مسلحة بالقرب من جنين قوات الاحتلال داهمت بلدة سيلة الظهر قضى جنين وحاصرت أحد منازل السكان ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة وذلك بعد أن تصدت مجموعة من المسلحين للقوات المقتحمة لتعتقل قوات الاحتلال شبين لم تعرف هويتهما من المنزل المحاصر في سيلة الظهر كما اعتقلت الشهب مجاهد قبهة نجل الأسير محمد قبهة من بلدة يعبد وفي مخيم الفوار قضاء الخليل اندلعت مواجهات داخل المخيم مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحية صوب الشبان الفلسطينيين واعتقلت عددا منهم هذا بالإضافة لاقتحام بلدة أبوديس في القدس المحتلة وبلدة سلواد شرق رام الله جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق منفعية الاحتلال خمس عشرة قذيفة نحو كفرشوبا الحدودية جنوب لبنان ردا على ما قالت إنه إطلاق صاروخ منها سقط جزء من حطامه داخل إسرائيل فيما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفى في وقت سابق إطلق قذائف صاروخية من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة مؤكدا أن الانفجار ناجم عن لغم أرضي قديم وعقب ذلك دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى الحفاظ على الهدوء في الحدود بين لبنان وإسرائيل في السودان قالت قوات الدعم السريع أنها تصدت لقوات من الجيش السوداني بجنوب دارفور وكبدتها خسائر فادحة ونشرت قوات الدعم السريع بيانا أفادت فيه أنها تصدت في ولاية جنوب دارفور بالقرب من منطقة كاس لمتحرك من قوات الجيش في طريقه إلى مدينة نيالا وأضاف البيان أن قوات الجيش تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكرية واستسلم العشرات من أفراده كذلك أكد البيان الاستيلاء على كمية كبيرة من العتاد الحربي والمركبات ولقيا عشرون مدنيا مصرعهم وأصيب أكثر من مئة في الخرطوم ومدينة أمدرمان خلال اشتباكات عنيفة جرت بين الجيش وقوات الدعم السريع وقد أثرت المواجهات في السودان على القطاع الصحي وبقية القطاعات الإنسانية حيث وصلت تأثيرها إلى ارتفاع معاناة الأطفال المصابين بالسرطان في مراكز الأمل الخاصة بمنح الأطفال الرعاية العلاجية في أكثر من مستشفى في الخرطوم وبقية الولايات ترتفع الأرقام والمواشرات الإنسانية والصحية للوضع العام بالسودان فيما تزداد معاناة الأطفال من مرضى السرطان وسط المعاركة الدائرة منذ الخامس عشر من إبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع أطفال السرطان الذين تم نقلهم إلى ولاية الجزيرة بعد إغلاق مشفاههم السابق في الخرطوم بسبب المواجهات وصعوبة الوصول إليه وابتعاد بعض الأطفال عن ذويهم بسبب تباعد المسافات هو ما سبب واجعا آخر من أوجع الحرب القائمون على مستشفى الأمل يؤكدون أن المستشفى كان يتكفل بأدوية وعلاج الحالات ما بين 1500 و2000 طفل وتعاني بقية فرع المستشفى في الأقاليم من ضعف في الإمكانيات وعدم القدرة على التكفل بعلاج كافة المرضى فيما بعض المستشفيات أغلقت أبوابها حفاظا على أرواح العاملين فيها من المتطوعين ويتأثر وصول الأدوية والخدمات الصحية إلى الأطفال بسبب الاشتباكات وفي ظل هذا الأوضاع دق الأطباء ناقص الخطر من أن تأخر تلقي الجرعات العلاجية قد يؤدي لموت آلاف الأطفال وفي وقت سابق أعلنت نقابة أطباء السودان أن 72% من المستشفى المتاخمة لمناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة وأضافت النقابة أنه من أصل 82 مستشفى أساسي في العاصمة والولايات يوجد 59 مستشفى متوقفة عن الخدمة و23 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي وهي مهددة بالإغلاق أيضا نتيجة نقص الكهودر الطبية والإمدادات الطبية أيضا والتيار المائي والكهربائي وفي العراق تقدمت الحكومة بطعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن مواد في قانون الموازنة التي تم تصويت عليها في البرلمان مؤخرا لم يمضي سوى ثلاثة أسابيع على تمريرها حتى تفاجأ البرلمان بطعن شمل 12 مادة وفقرة الطعن الذي يراه مختصون قانونيا جاء بسبب تلاعب البرلمان بالتخصيصات المالية وتغييره للأرقام الموضوعة من قبل مستشارين الدستور العراقي لسنة 2005 في الموادة 62 منه وضح وقيد وأطر شقين في موضوع مدار البحث الشق الأول على أن يقدم مجلس الوزرائي بمعنى الحكومة أو السلطة التنفيذية مسودة قانون الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب العراقي لغرض إقراره الشق الثاني على أن يقيد أو يتقيد مجلس النواب فقط في المناقلة والتبويب بين النفقات وأيضا قرار المحكمة الرقم 19 أجازة إلى السلطات الثلاث وأجازة إلى الهيئات الغير مرتبطة بوزارة وأجازة إلى الوزارات وأجازة إلى رئاسة إقليم كردستان أن تقدم طعنا في بعض الفقرات في الموازنة التي تجد أن هناك فيها آثارا وتداعيات مالية خطيرة تكون على المؤسسة وستصطدم حكومة السودان بعد هذه الخطوة بالبرلمان وتحديدا بكتلة الإطار التنسيقي النيابية التي يبدو بأنها باتت غاضبة خاصة كونها من جلب السودان إلى سدة الحكم ووضعه على كرسي الرئاسة هذه الأمور ستحدث خلاف ما بين الحكومة وما بين مجلس النوار على اعتبار أن الحكومة تحمل تعباء مالية لم تنص عليها في قانون الموازنة وهذا الأمر أيضا من وجهة نظر سيؤدي إلى خلاف أخص وهو ما بين الإطار التنسيقي على اعتبار أن الحكومة هي حكومة الإطار وبعض هذه المواد قد تم إضافتها من قبل الإطار تحديدا وبالتالي ستخلق فجوة ما بين الإطار وما بين الحكومة الأمر الذي دعا الإطار إلى التصريح بأنه سيعقد اجتماع لمناقشة طعون الموازنة في الأسبوع المقبل هذا الدليل على أن عدم رضا من الإطار التنسيقي على الطعون التي تقدمت بها وتتوقع أوساط عدة ردود فعل شعبية ونيابية قد تدخل العملية السياسية بفصد جديد من الخلافات لربما سيعيد البلاد إلى المربع الأول من بغداد شام منعب اليمن اليوم وفي الصراع الروسي الغربي كشف منصق شؤون الاتصالات في البيت الأبيض جون كيربي إن إدارة بايدن تبحث إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا لكن القرار لم يتخذ بعد وأشار كيربي إلى أن الذخائر العنقودية الأمريكية فعالة للغاية وأضاف لا أريد أن أستبق القرارات التي لم يتم الإعلان عنها بطريقة أو بأخرى وكان هناك نقاش داخل وكالتنا المشتركة حول جدوى الذخائر العنقودية وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا يوم أمس إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لمساعدتها في حربها غزو الروسية في خطوة عرضتها منظمات معنية بحقوق الإنسان لكنها ستقدم للهجوم الأوكرانية المضاد عامل قوة جديدة وكشف ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن من المتوقع الإعلان عن حزمة مساعدات الأسلحة التي تشمل بخائر عنقودية تفلقها مدافع هاوتزر عيار 155 مليمترا اليوم الجمعة على أقرب تقدير وبعد تمرد قائد قوات فاغنر العسكرية ولذي أثار جدلاً قال الرئيس البلاروسي أن قائد فاغنر ليس في بلاروسيا رغم الاتفاق المبرم مع الكريملين لانتقاله إلى بلاروسيا بعد إنهاء تمرده الشهر الماضي بعدما أثار تمرد بريغوجين قائد قوات فاغنر العسكرية على القادة الروس جدلاً واسعاً لا يزال مصير هذه القوات يشغل بال جميع أطراف الصراع فعلى الرغم من إبرام قائد فاغنر صفقة للانتقال إلى بلاروسيا كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن عدداً قليلاً فقط من مقاتل فاغنر قد ينتهي بهم الأمر هناك مشيراً إلى أن قوات فاغنر لا تزال نشطة في أفريقيا وبعيدة عن خط المواجهة في أوكرانيا الأمر الذي علق عليه الرئيس البلاروسي أن قائد قوات فاغنر يفغيني برغوجين ليس في بلاروسيا رغم الاتفاق المبرم مع الكريملين لانتقاله إلى هناك وذلك بعد تمرده الشهر الماضي مشيراً إلى تواجد برغوجين في بيترسبورغ الروسية ولم تكن الرئاسة الروسية على صمت في هذا الجانب حيث أكد الكريملين أن موسكولا تتعقب تحركات برغوجين وأن الاتفاق المبرم مع مجموعة فاغنر لإنهاء التمرد لا يزال قائماً تمرد فاغنر الذي سمع صداه العالم على إثره تتجهز بولندا بأسلحة نووية وإجراءات على الحدود ضد الهجرة والاستعانة بحلف النيتو لصد ما تعتبره تهديداً يامسو أمنها القومي خاصة بعد استقرار بعض مقاتل مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في بيلاروسيا المجاورة مراقبون السياسيون وعسكريون يرون أن هذا التوتر قد يؤدي إلى حرب في شرق أوروبا تكون بولندا طرفاً فيه وذلك وفقاً لتحركاتها الأخيرة الأمر الذي ردت عليه روسيا عبر المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن موقف السلطات البولندية مسعور ومفعم بكراهية روسيا حسب تعبيره وكانت الأجهزة الأمنية الروسية قد داهمت مقر قائد مجموعة فاغنر يفجيني بريغوجين وذلك في سان بوتروس بورغ لتعثر على العديد من المقتنيات والأسلحة المتواجدة في قصر بريغوجين وبالعودة إلى الأخبار المحلية في أبيان دشنت أعمال المرحلة الثانية لسفلة 7 كيلو مترات من طريق باتتيس والتي تشمل توسعة الطريق بحسب المواصفات الدولية كما سيتم إنشاء عبارات لمجياري السيول وبناء جدران ساندة بالإضافة إلى رصف طبقات الطريق وفرشها بطبقة من الإسفلت وتعد هذه المرحلة استكمالا لفترات المرحلة السابقة لإنشاء مشروع هذا الطريق الأهلية الاستراتيجية الحيوية بدعم وتمويل من الخيرين ورجال الأعمال وسيربط هذا الطريق ثماني مدريات ليافع في محافظة أبيان ولحجة بطول 96 كيلو متر وسيعمل على أحداث تحول اقتصادي واستثماري كبير في مدريات يافع وربطها بمركز المحافظة طبعا هذا مشروع مجلس مانا مشروع حيوي وبدأت فيه أدفع مال فيه ولكن نظر أن ما حصله صعوبة الطريق حصل بعضهم السعاد بتمبيه ولكن إن شاء الله لأنه مهم استراتيجي يأتبر سواء للمحافظة عامة أو الأبناء المدريات الثلاث سرار ورخص وصباح أو المدريات الثلاثة بشكل عامة على أساس أول المحافظة يأتبر طريق حيوي جستراتيجي نحن سنبدأ أغسى قهودنا وإن شاء الله أن اللوم هذا فاتحة تخير لبدأ في هذا المشروع هي وكماعية وقتصادية على المواطنين في المنطقة يعني بيخفف تكاليف النقر وأيضا بيسهل عملية التنقل من المواطنين بين المديريات نفسها وارتباطها في مركز المحافظة وأيضا سكان هذا المديريات ومحافظة في المحافظات الأخرى صراحة يمتازوا أبناء يافع في اللحمة في انجاد يعني في انجاد الأفوسهم في مسارة الطرغة ولا معروف عن مطقة تيافة إنها وعل قال لن تخرج من هذا الضيق اللي هي فيه إلا بتكاثف أهلها وتعمهم السخي اليوم تم تسليم 7 كيلو متر للسفلة بعد أن تم تسليم قبل ذلك 16 كيلو متر للصيانة وإن شاء الله الأمور ستأتي على التدريب وفي الحديدة اختتمت فعاليات المهرجان الترفيهي الذي انطلق خامس أيام عيد الأضحى المبارك وينظمه مكتب الثقافة بالمحافظة برعاية من السلطة المحلية واختتمت الفعالية في مدرية الخوخة المركز الإداري المؤقت للمحافظة بحفل فني وخطبي قدم فيه فقرات شعرية وأخرى من الرقص الشعبي التهمي في الختام أقيمت مسابقات تم من خلالها توزيع جوائز نقدية على المتسابقين ومنح دراسية مجانية في معاهل تعليمية نحن اليوم شاركنا في احتفال المهرجان الترفيهي لعيد الأضحى المبارك شاركنا في مدرية الخوخة وكانوا الجميع فرحانين بهذه المشاركة الرائعة والذي كانت فيها عدة قوائز وعدة منحات وعدة دراسات نتمنى أن تكون هذه الحفلات رائعة في مدرية الخوخة ونتمنى حفلات عيدية قديدة إن شاء الله أنا سعيد جدا بحضوري في هذا المهرجان الكرنفالي الكبير المهيب الذي كانت فيه عدة فقرات ممتعة جدا سعيدنا كثيرا شكرا للقائمين على هذا العمل الجميل جدا في ختم النشرة شكرا لحسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة